بعد لهيب الصيف والطقس الحار في السعودية وتحسن الأجواء تعود عجلة البحث عن الحضاب خاصة في المناطق التي تنخفض فيها درجات الحرارة وتزيد معها وطيرة الاحتطاب الذي يقابله منعا حكومي يأتي في إطار مكافحة التصحر ليكون البديل حطبا مستوردا قليل الجودة بحسب البعض بالنسبة لمستورد ما فيه مستورد مستورد يعني مضر تقول شاب لك يكفره ما هو حطب ولا فيه شيء مستورد المستورد في حمصه مالي أو نص الاستواء ما عاد يجي نص الاستواء رمزية الكرم والجود التي أضحت للحطب لدى كثير من السعوديين ساهمت بانتشار أسواق مرسمية لبيعه هو ما يعني للبعض مصدر دخل مربح رغم الجهود الحكومية لمنع الاحتطاب وحضر بيع الحطب المحلي وتوفير بديل مستورد الا ان وجود الحطب يعد ضرورة في منازل السعوديين مع زيادة ارهاصات فصل الشتاء لهيب نار تضيء ليالي السمر الباردة ليصبح الموقد او المشب كما يطلق عليه السعوديون محور التلاقي في الشتاء واضحى وجوده ظاهرة اجتماعية لا يكاد يخلو منزل منه ورغم توفر وسائل التدفئة الحديثة الا انه يبقى للحطب المشتعل والجمر متعة وطقوس خاصة اما الحطب في الماضي يستخدمونه في طبقهم وشبت نارهم وفي قهوتهم وكل شيء على الحطب ما فيه الغاز في الوقت الحالي ما هو فيه اما الوقت الحاضر الحطب شبت النار القهوة وبنيسه للمجلس في وقت الشتاء سيجي على قهوتنا ونستانس عليه رغم ان استخدامات الحطب تعود لازمنة قديمة الا ان وجوده في المنازل اليوم يعد مهما لمن يرغب بتقديم ضيافة تسعد زواره عبدالانطيري سكاينيوز عربية الرياض